في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة افتتح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم معرض مشروع تحدي القراءة العربي للكتاب والذي تنظمه الوزارة بالتنسيق مع إدارة المشروع بالإمارات وذلك دعما لطلبة البحرين المشاركين في المشروع في دورته الجديدة من المدارس الحكومية والخاصة أكد سعادة الوزير أن تنظيم معرض تحدي القراءة العربي للكتاب يندرج ضمن الجهود العديدة التي تبدلها الوزارة لضمان مشاركة واسعة ومتميزة للطلبة في الدورة الجديدة من هذا المشروع التربوي والرائد الذي جاء بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خاصة وأنه سبق لطلبتنا تحقيق مشاركة واسعة ونتائج مشرفة في الدورة الماضية تم تنظيم هذه الفعالية في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين مملكة البحرين ودولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث تتيح لأبنائنا الطلبة والطالبات التحضير والاستعداد للمبادرة الكريمة التي تفضل بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يحفظه الله ويرعاه التي أحدثت نقلة نوعية في اهتمام القارئ العربي وخصوصا الطلاب منهم اليوم تم توفير العديد من الكتب وبالتعاون مع دور النشر وكذلك أسهمت مراكز مصادر التعلم في وزارة التربية والتعليم في هذه الفعالية التي سوف تكون متاحة للأبناء مسابقة تحدي القراءة العربي مسابقة عربية جابت الوطن العربي كله واشتركوا سنة الماضية ثلاثة مليون ونصف طالب على مستوى الوطن العربي ونتيجة لهذه المسابقة تم احداث بعض الأنشطة التي تساهم وتساعد على رفع نسبة عدد المشاركين ومن ضمنها معارض تحدي القراءة العربي ويوفر المعارض للطلبة الفائزين بالمراتب العشر الأولى من كل دولة في الدورة الماضية فرصة الحصول على 75 كتابا مجانا أتينا إلى هنا لكي نطور من مهاراتنا في القراءة وعجبني المعارض المشاركة في الدورة الأولى من هذه المسابقة أكدت على نجاح هذا المشروع وقيام معرض تحدي القراءة في مملكة البحرين ضمن سلسلة من المعارض التي أقيمت وستقام في جميع البلدان العربية ما هو إلا بمثابة ترسيخ لإصرار منظمي هذا المشروع على تعزيز قيم اللغة العربية وأصالتها طبعا المعرض لا يعلى عليه المعرض على مستوى كل شيء متوفر موجود كل أنواع الكتب كل شيء موجود هنا تقرأ اليوم جينا معرض في البحرين وفيه كتب ومناسبة لجميع الأعمار ولجميع الفئات وأتمنى أن الجميع يشاركوا مسابقة تحدي القراءة العربي لأنها شيء خيالي شرفت بصراحة بحضور هذا المعرض المتميز في كتب جدا متنوعة وثارية وكانت المفاجأة أن لكل واحدة من الفائزات من العشر الأوائل في مسابقة تحدي القراءة العربي لهم 75 كتاب مجاني فبصراحة كانت جائزة جدا قيمة بالنسبة لنا وأشكرهم أنا الآن حاليا في زيارة لمعرض الكتاب هذا المعرض المميز والراقي الذي أتاح لنا أن نحلق في سماء المعرفة ونجول في بحار حروفها وكلماتها هذه الجائزة جائزة مميزة ورائعة ستبقى مخلدة في قلوبنا وفي عقولنا هذا ويتضمن المعرض أركانا لذوي الاحتياجات الخاصة ولسيما المكفوفين الذين خصص لهم ركن يوفر كتبا متنوعة بلغة برايل كما تقام على هامش المعرض فعاليات متنوعة ذات صلة بالقراءة من أبرزها ورشة الأرقام التي تمزج بين فيطي الورق وصياغة القصص للطلبة إضافة إلى ورشة سرد الحكاية التي تشمل إلقاء قصص على الطلبة لاستيعابها والقيام بإلقائها بأنفسهم إلى جانب تنظيم مسرح للعرائس